السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخذت شوية زعتر وزعتر وهذا زعتر متحون لنذهب إلى المرحلة الأخيرة لدي هذه الملحة نأخذ هذه الكاثرونة نضيفها ونضيفها الزعتر وزعتر ونغطيها ونجعلها يتبخ نجعلها جانبا سأخذ هذه الزبدة ونضيفها بارد لكي نغسلها مزيان تقريبا نغسلها ثلاثة الزبدة حتى نحيد منها الزبدة نحيد منها الحليب كيف مشتورة المارة ونقول لك في حال الحليب نقوم نغسله فيها حتى يتحيد منها كي تقولي الزبدة كتخليليها غير الماء بيض عاد كنعرفها باللي رات نقعت وما كي نحسن من صوب الحاجة ريوسنا بالنسبة للسمن اللي كنشريه جاهزة لبنات انا ما كي يكون ما كتكونش الزبدة بلدية رغى الزبدة عادية من بعد ما غسلت الزبدة وتنقعت لي مزيان درسافة اللاجة غطيته درسافة اللاجة حتى تبخلي يدك الزعتار ودفعها برد واحد شوية يعني كل شي كنديرو في نص النهار حيث كيلك يخلي دك المتعز الزعتار ايبات باش مما اطلق مزيان انا غير تبخته وخليته حتى دفع لي شوية عدبا غادي نصفيه فوق هاد الزبدة اللي راني غاسله مزيان وغادي نضيف ليها الملحة كيف ما شفتو هدا هو القياس الملحة اللي يدرس غادي نحركها مزيان خلطها ما عندي باقي شوية دافي كيف ما شفتو الزبدة را شوية ولكن غادي نخلي هنا يخلي سوبات خليس هاد الزبدة ديالتي بيتها في هاد المدية الزعتار حتى اللي غد ان شاء الله عاد جبتها كيف ما شفتو دابا حتى اليوم الغد عاد جبتها هاي زبدار هاد جمعات وشربت ليه مزيان ديك الملحة وديك الزعتار صافي كان عاود نفس العملية كان دنهز الزعتاني وكان عصر كان قنكور فيها في حال هكاية باش كان نسقطر ديك الماء انا يا هاد سمن درتو في القرعة لحقاش غادي مسافر عاود اليوم الغد لقيت سيد كي يبيع السمن عاود الزبدة عاود شريتها عاود حد درسها هاته يشاركتها معاكم بالنسبة لهاد السمن اللي شفتو غادي نضيف ليه إذا لقيتو شوي شي حاجة تاعت الماء كتعودو تقطروها غير من القرعة كتقطرو الماء صافي عاود ضفت معلقة ديال الملحة ومعلقة ديال الزعتار للمطحون وخلطت حال هكا مزيان كنحاولو نسهلو العملية على بنياتنا حتى هما يا باشي اللي بغوا يصاوبوا الحاجة ما يشوفو هاش راها صعيبة ومستحيلة بالعكس فنهار واحد صاوب يسمن ديالك وصدي عليه وغطيه خليه مدة ديال طلت شهور للفوق من الأحسن باش ما تتعطل باش ماك يصدق مزيان هزي فهدا انا يا كنديرو القلة كنديرو في القلة علاش حيث ما عنداش سدادة اللي كتكون محكمة ديال الاغلاق بالنسبة لهذه غادي ندير غير فحال هكا يصديتها غير صدة عادية سافي غادي نمسح القراءة وغادي نخبيها في شي بلاسة اللي مضلمة ونخليها حتى وكن نسديها مولاتها وتخدم بها كيف ماشتم قتلكم عود لقيت زبدة كتبها عود خديتها عود صاوبتها بغت نوريكم هالطريقة هذي حتى هي كنديرها كناخدك الزعتر والزعيتر اللي تبخت وصفيت وصفيت وخديت غير المدية لهم ما كان نرميهمش كناخد هات الزويفات لهم ديال حياتي كيتشروخيصصا لهاد العملية هادي كنسرح ذاك الزويف كندير غاة زويفات صغارين وكنحط شوية ذاك الزعتر الزعيتر ما كيلاش نرميوهم وكنغطيو بهم هاذ الزعتر ديالنا كيف ماشفتوها دراني ما درتوش ليه يعني اختياري اللي بغي يديرو ذاك الزيف كيغطاع البرد وحتا ذاك الزعتر تهو كيزيد يساعد يغطاع البرد وما تخافوش را ما غايك حليكم السمن ديالكم موالو يعني كي بالعكس كيزيد يطلق ذاك الزعتر كيزيد سمن الشرب من ذاك الزعتر يعني هاد العملية اختيارية ديروها يلا بغيتو كانو كيديروها نتنس زمان كانو كيديروها بزاف كيف ماشتو ما شاء الله را باش مما صاوبتو كمية كبيرة باش مما كتنفعكم يعني لحقاش قدما كيبقاو كيف ماشتو را ما فيه الملح بزاف انا ما كان كترش الملحة دابا غدي نحضر معاكم المقبلات اللي كانت حضرت في العراضة ديال الاخت هودا الصدقي وقالوا لي البناس ما شاركتش معنا المقبلات را ساهلين البناس انا را كتصورتهم ومحطيتهمش اللي اخدي صغير شوية ديال نجال ودرت لي شوية ديال الماء التومة واصلقتهم وصفيتهم من ذاك المحس اصلا تنجلك يتلقي الماء وغناخد هاد التومة غدي نعصرها غدي نحيدها وصلقت شوية ديال خيزو وشوية ديال الفلفل يعني هاد شي كنت وجدتو انا قبل بنهار كيف ماشتوها هو زعلوك اللي عصرت ليه التومة ديالو هادي الفلفل شوية وخيزو خديس هاد الكاسرونة المقلة اللي ضفت ليها شوية ديال ملحة وشوية ديال البزار شوية الكامون والقزبور مخلطين وشوية ديال التومة عادية وتومة بودرة وشوية ديال الهريسة وشوية ديال المعدنوس اللي غادي نضيف لهم الزيت البلدية تقريبا انا هنا يكون درس واحد كصغر زيت البلدية اللي غادي نخدم بها كل شي هاد المقبلة ديالو لي كاملين من بعد ما طيبت هاد المعدنوس مع العطرية نفس المحيتهم نفس المقلة غادي نخدم بها غادي نخد القياس اللي غادي ندير في الدنجال اللي غادي نطيب به الدنجال كيف ما قلت لكم البنات هادي اسهل طريقة الواحد اللي هو زربان ويدوب وحده ما عندوش العوين يدير هاد طريقة دائما مقبلة اصلا وخاك اصلا كيتكالو باردين اه كيف ماشتو غادي نلقوا طريقة ديالتو ما في حالكايا اللي كيبغيهم راكي عصرهم بحالكايا وخيخليهم مع داك الدنجال اللي ما كيبغيهم ش راكي يحيدهم غادي نطيف هنا هي التحمارة عليش ما ضفتش تحمارة في الخالات اللي طيب تلاحقاش ما شي الاخور ما بغتش ندير فيه التحمارة اللي هي الفلفلة حلوة الحمرة من بعد ما طاب دنجال نطيف لي شوية ديال الحامض انا كنفضل الخل كيعجبني ديك اللذة ديال الخل كتجي حسن انا يا دبا ما عنديش الخل ضفت الحامض نفس الطريقة اللي درس مع الفلفلة ونفس الطريقة اللي راني درس مع خيزو وهده هم المقبلات را ساهلين البنات وكيف ما شفتوا السمن ديالي هو هدو طريقة ساهلة وخلي تكون باماني الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله